اشتركوا في القناة سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أخواني أخواتي فلان وحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعا وإياكم في حديث الفجر في قناة الفجر ومع الموسم السادس بإذن الله تعالى في قصة آية يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم سبحانك ربي سبحانك ما أعظم آيات الله عز وجل حينما تتجلى ويرى بوضوح وتفك الأزمات حينما يتنزل الوحي وينزل بهذه الآيات التي تبين الأمور وتوضحها ومن أجل ذلك أخواني الكرام لابد لنا في كل مرة أن نتوقف عند آية من آيات الله تدبر معانيها لما نزلت هذه الآية ما المقصود بهذه الآية ما الحكمة في هذه الآية ما القصة وراء هذه الآية سبحان الله العظيم هذا القصة أو هذا الموضوع حادثة الإفك الذي حدث مع أم المؤمنين الطاهرة العفيفة الشريفة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أحب نسائه إلى قلبه بعد خديجة بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الابتلاء العظيم وإلى هذه الفتنة الكبيرة التي ضجت المدينة فيها ألا وهي فتنة الاتهام بالسوء والعياذ بالله كذف المحصنات هذه جريمة عظيمة ويا حب ذا لو ننتبه إلى ذلك جيدا ونسمع ما دار في هذه الكصة يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يذهب إلى أحد الغزوات أو المعارك أو يخرج في صفر فكان يقترع بين نسائه فيأخذ أحد نسائه معه وكان من هذه القرى عندما ذهب إلى المعركة المريسع قال اختار من؟ كانت القرى على عائش رضي الله عنها وأرضاها تقول ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما انتهت المعركة واستراح القوم في مكان معين في الصحراء ذهبت لقضاء حاجتي ابتعدت عن القوم فذهبت لقضاء حاجتي وعندما رجعت وجدت أن القوم قد ذهبوا فقلت علّ وعسى أن يرجع أحدهم إلا أن يفتقدني فجلست في مكاني والآن بقيت كذلك الحال وقد تخمرت يعني حطت على حال غطاء وجلست في مكان لا تحرك وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث أحد أصحابه يبحث دائما خلف الركب يدور حدا سقط منه إشي حدا وقع إشي ينسي حدا حتى دائما كان هذا مهمته وكان من هذا الصحابي صفوان ابن المعطر رضي الله عنه وأرضاه قال وعندما جاء صفوان وجد الآن هذه المرأة ولم يكن يعلم من هي لأنها متغطي فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون تقول عائشة والله ما زاد على هذا الكلام شيء إنما كان يسترجع يقول إن لله وإنا إليه راجعون سبحان الله العظيم فما كان منه إلا أن أناخ ناقته ثم قال فصعدت على الناقة وأخذ بخطامها قالت والله ما كلمني ولا كلمته حرف ما حك معي ولا حكت معاه على طول كان فقط يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون فركبت على الناقة ثم انطلقوا حتى لحكوا بالجيش بالركب من رأى هذا المنظر؟ رأى هذا المنظر مين؟ زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق من اللعائن سبحان الله العظيم هذا الرجل استغل هذه النقطة وأخذ يشيع أن صفوان بن المعطل كان مع مين؟ مع عائشة وقد كان بينهما ما كان لا حول ولا قوة إلا بالله أخوان الكرام والله إن الأمر صعب جدا من يتحمل إن واحد يحكي على مرته ولا يحكي على بنته الآن خاصة إنه يكون إنسان عفيف وشريف سبحان الله فما كان منه إلا أن أشاع هذا الخبر وانتشر هذا الخبر في المدينة بسكل سريع جدا ووصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالآن عائشة ما كانت تعلم بالأمر نهائيا وقد كانت مريضة وكانت تجلس في بيتها ولم يخبرها أحد بما جرى في هذا الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام في حيرة ماذا يقول ماذا يفعل ماذا يصدع وأيضا المصيبة العظمى أن جبريل عليه السلام من قطع الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام أربعين يوما أربعين يوم ما في وحي نهائيا أو شهرا كاملا كما تقول بعض التفاسير الآن من يأتي بالخبر من يتهقن بالخبر والمصيبة أن هناك بعض الصحابة الكرام من خاض أيضا في عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها وقد جلدوا على ذلك لأن هذا يسمى كذف محصنات وفيه جلد جلد بثمانين جلدة سبحان الله العظيم فكان ما كان انظر الآن المواقف رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الآن النبي عليه الصلاة والسلام أتى لمين لعلي رضي الله عنه وارضاه قال يا علي ماذا تقول ماذا أصنع بأهلي فقال علي رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله والله لا نقول فيها سوءا يعني ما منتهم عائشة ولكن هي النساء فإن شيء تطلقها خلاص بتتريح انت نفسيا وخلاص الأمور تنت لكن الآن كان موقف من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله من ذا الذي زوجك إياها أليس الله عز وجل زوجك إياها قال بلى يا عمر فقال يا رسول الله أن يزوجك الله إياها ويخزيك فيها يا الله فارتفعت الآن معنويات النبي عليه الصلاة والسلام شوف تخير أخواء الكرام رسول الله بشر الآن كلمة واحدة بترفع معنوياته فقام من لحظته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وخطم بالناس فقال أيها الناس أيها الناس إن أناسا يتهموني في عرضي وفي شرفي والله ما رأيت على عائشة شيئا قط الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدافع من عن عائشة رضي الله عنها وارضاه فالصحابة الكرام الآن غضبوا غضما لغضب النبي عليه الصلاة والسلام رأوا في وجهه الآن التعب والألم قالوا يا رسول الله مرنا فلقتل من قال ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر ولكن الآن بدأ الخبر شوي شوي يصل للمين إلى عائشة رضي الله عنها وارضاه قال بينما عائشة تريد قضاء حاجة وكان عندها أم مصطح فالآن فتقول فتعثرت أم مصطح فقالت خزاك الله يا مصطح فقالت عائشة تكل لا إنه رجل مسلم وشهد بدر أتكون لي تدعون عليه بهذا الأمر قال ألا تعلمين ماذا قال الآن هذا مصطح وعائلة مصطح إخواني الكرام هم من أقارب أبو بكر الصديق وكان أبو بكر الصديق هو الذي ينفق عليهم كان يتصدق عليهم سبحان الله العظيم إلا أن هذا الرجل ما كان منه إلا أن تحدث في عرض عائشة رضي الله عنها وارضاه الآن فقالت بل خبر فأخبرتها بما كان فحزنت عائشة رضي الله عنه وبكت بكاء عظيما ثم قالت إني رأيت رسول الله قد تغير عني ألي هذا الأمر الله أكبر أنا أفعل ذلك فجن جنونها ثم طلبت أن إشمالها أن تذهب إلى بيت أهلها فأزن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى أمها وأبيها سبحان الله العظيم هناك كان ما كان وإذا بي تقول لأمها يا أمها أتصدقين عني ذلك قالت لا والله يا ابنتي لا أصدق ولكن هذا رسول الله والوحي قد انقطع ولا ندري أمرا في ذلك فحزنت وأخذت ببكاء شديد تدعو الله عز وجل أن يجعل لها فرجا ومخرجا من عنده سبحانه وتعالى وبعد مضي شهر كامل وإذا بي إشماله يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة قال لها يا عائشة يا عائشة إن كنت كتفعلت أمرا فاستغفر الله وتوب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده الآن قال وإن كنت غير ذلك فأسأل الله عز وجل ليجعل لك فرجا ومخرجا فقالت يا رسول الله يا رسول الله والله لو قلت لكم أني ما فعلت ما صدكني أحد ولو أني قلت لكم فعلت تصدقتموني والله إن الله عز وجل هو الذي يعلم حالي ويعلم خائنة الأعين وإذا بها لحظات وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرى عليه عندما ينزل عليه الوحي جاءه الوحي فأخذته الغيبوبة وإذا به عندما استيقض السبشر والنظر إلى عائشة قال يا عائشة السبشر السبشر فهو قد نزل الوحي من عند الله يبرئك من فوق سبع سماوات فقالت فنزل قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نعم كان خير كشف المنافقين وعرفة الحقائق سبحان الله العظيم فما كان من عائشة رضي الله عنه تقول أمها وأبيها أبو بكر قال قومي إلى رسول الله فسلمي عليك قالت بل أقوم إلى ربي بل أقوم إلى ربي الذي جعل لي براءة من عنده الله جل جلال يذكرني أنا وينزل في شأني قرآن يتلى إلى يوم القيامة فسبحان الله العظيم كان الأمر في غاية الأثر على قلبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأخذ الساجدة لله عز وجل أن برأها الله سبحانه وتعالى إخواني أخواتي بالله الآن هذه قضية خطيرة جدا الله عز وجل قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة يريت إحنا نتقل الله عز وجل مرات تسأل عن فلاني يكونك فلاني عذ بالله ما يعني أعود بالله؟ الآن بدي يفهم الآن قدامك إنها إنسان سيئة هذا اسمه كذف محصنات إخواننا إخواننا الآن إذا أنت ما رأيت أنت وأربع شهود على أنها زنت الآن لا يجوز لك شرعا أن تكذفها بالزنة أو تتهمها بالسوء إوعك 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 إخواني الكرام هذه قضية خطيرة جدا هؤلاء في حد الإسلام عليهم جلد أربعين وسبعين مئات جلدة أو ثمانين جلدة إخواني الكرام كمان لعنوا في الدنيا والآخرة كمان لا تقبل لهم شهادة أبدا لا تقبل شهادتهم عشان هيك الآن إحنا لازم الآن نحافظ على عرضنا وعلى شرفنا حتى لو رأيت فتاة ذهبت أو خرج من عندها شاب أو كذا ما بصدت تتهمها بالزنة لا يجوز لك شرعا في هذا الأمر حتى لا تقع في محرمات ولا تقع في غضب الله عز وجل إلا أنك لم تشاهد شيء ماشان هيك خلالي وقالي الكرام الله عز وجل قال إشمال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الله عز وجل لا يحب الجهر السوء ونشر الفاحشة والفتن حتى لو نقولت له فلانة شو أخبار فلانة بتعمل إنت بيدك هيك بعض الناس بيكون عمل هيك هذا أيضا لا يجوز في شرع الله عز وجل لأنك حتى لا توهم الآن الذي أمامك أن هناك شيء على هذه الفتاة فلنتق الله عز وجل وننقل قولا سديدا وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ بناتنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظنا من كل سوء إنه على كل شيء قدير اللهم أمين اللهم أمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة